طب هل تعتقد يا أصوص حسن أن الهجوم ده فيه شيء من المنهجية يعني متعمد ومدار بشكل أو بآخر؟ زي شخصيات كتير عامة يعني وبعدين هو لي مواقف ما بتعجبش بعض الناس مواقف سياسية يمكن هو بيعبر عنها بطريقته فالناس عايزة يعني إيه الجمل اللي هي بص أنا ما بحبش الكلام الحنجوري أنت عارف يعني كلام حنجوري؟ طبعا أنتعلو الحنجرة فوق المنطق والواقع أجوة أنا ما بحبش الكلام اللي هو اعتنوه ما اضربوه ما مش عارف يعملوا إيه يعني الكلام يبقى بالعقل وبالمنطق والناس يبقى فاهمها هي بتقول إيه وده هيوصل يعني أنتقد طبعا أي حد له الحق فأني ينتقد انتقد بس في حدود الأدب النغض كمان يعني صحيح صحيح لكن الحرية الحرية ليها سأس والحرية مش مكتة أنا أريد كلام موجه لصلاح الحقيقة كلام مزهل وإهانات مزهلة صلاح أحسن لعب بتاريخ الكورة في مصر في المية وعشرين سنة اللي فاته عشان بس إيه أجيب لك من الآخر قولا واحدا أحسن لعب كورة في تاريخ مصر في المية وعشرين سنة اللي فاته والمية اللي جايين إن شاء الله لا إحنا عايزين بالعكس أنا بقى أتمنى أنه يظهر من هو أقوى من صلاح وهكذا يعني بحيث أنه يفضل طول الوقت مستوى الكورة المصرية تقدم